نحن لا نسكن البيوت ففينا ملك في فؤاده سكنانا نحن لا نرتضي سواه وندري أنه لا يريد شعبا سوانا تويتر ما كان موضوع كل مزح كان في استهجان حقيقي وامتعاب من هذا الكائن الغريب اللي ظهر فجأة وجالس يقول شعر غير مفهوم بالطريقة وغير مألوفة ما عدت أقدر عيش حياتي بسلاسة كان الطلاب يطرجوني بالكاميرات في الأسياء ما كنت أعرف أقضي من الأسواق ما كنت أعرف أطلع معي أيالي ما كنت القصيدة اللي ألقيتها بحضرة الملك سلمان كانت نقطة تحول مهمة في حياة حيدر العبدالله حدثني عن هذه النقطة هي قصيدة ما زلت أعتز بها وأعتبرها هم وسام يعني حصلت عليه في مسيرتي المتواضعة أعتقد أن في إيش عنوانها القصيدة؟ مخطوطة القرى والذلالة القصيدة تعيد صياغة علاقة الشاعر بالوطن بشكله وبآخر وهي تطرق المالوف بشكله وبآخر أنا لا أعتذر عن القصيدة ولا أعتذر عن أدائي في هذه القصيدة أعتقد أن هذا صوتي وهذه هويتي نعم قلت في الفيلم أن البابونج ما البابونج لكن كانت مجرد مزحة لتلطيف الأجواء تصل بي الدكتور عبدالغ الغدامي بعد مشاهدة هذا الفيلم وقال لكلمة رائعة قال أن تظهر وتقول للناس أنكم قد أوجعتموني فهذه شجاعة وقوة وليس الضعف هناك من شعر أن هذا الفيلم هو فرصة للتشكي الآن خلنا قبل الفيلم يعني أنت الآن رحت للفيلم على طول أنا أتكلم عن الحدث نفسه أنت قلت القصيدة ضجت المواقع بحديث يمكن يمكن ما تفعلوا مع قصيدة مثل ما تفعلوا مع تلك القصيدة وانفجرت يعني التفاعلات حيدر بعد هذه القصيدة وقبلها هل هو حيدر ولا تغير هل هي نقطة تحول مهمة ولا لا أكتب عليك أقول ما تغيرت وش التغيير اللي صار أعتقد صرت أكثر وعيا لمتطلبات الجمهور نعم لكن في حاجات أريد أن أوضحها يعني كثير ناس يظنون أني اختفيت أو انكسرت أو اعتزلت بسبب هذه الهجمة اعتزلت يعني لا أنا بعد هذا الحدث بأسابيع أو ربما شهرين أحييت أمسية في نادي الطائف الأدبي وبشهادة مدير النادي أنا ذاك أعطالها للجعيد ومدير القناة الثقافية استلاب العزيز فهد العيد كانت أنجح فعالية ثقافية في النادي كان الحضور قياسيا وكان حتى أن الشرطة حضرت لتنظيم الجماهير بالنسبة لي كانت أمسية ناجحة كنت مستمتعة بالأمسية وكل ثقة ولم أتردد أبداً في الاستجابة لكن اضطلت فيما بعد إلى ترك الشهر جانباً لأنني كنت طالب في الجامعة وكنت أب جديد برضو رزقني الله وقيض لي صديقاً وأخنمت لده أمي هو زكريا العباد أخذ بيدي وأخذت بيديه وأنشأنا مؤسسة في العمل الحر أعتقد أن هذه المؤسسة ساعدتني على تحقيق على التحرر من عبورية الوظيفة وتحقيق جزء من حلمي القديم وهو حلم التفرغ الأدبي وهذا الكتاب الذي تحدثنا عنه هو أول ثمرة من ثمرة هذا التفرغ لكن عدت سريعاً عدت أكتب القصائد وأشارك في المناسبات لم أختفي بسبب هذا الحدث أبداً